موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الساجسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين اختتام ورشة بمقاطعة الشام تبحث رد موريتانيا على التوصيح التي طلبت المنظمة العالمية لحماية التراث بضرورة اعتمادها موسيقى مشاريع قوانين عديدة على طاولة الدورة العادية الأولى لسنة البرنامانية 2015-2016 المرتقبة يوم الاثنين موسيقى الرابطة الزراعية لحملة الشهادة تندد باعتقال ثلاثة من أعضائها وتقول أنهم راحوا ضحية ما سمته تلاعب وفساد جهات أخرى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة نظمت الحضيرة الوطنية لحوض أرغين ورشة نقاش بمقاطعة الشامي شارك فيها وزراء من الحكومة الموريتانية إلى جانب عشرات الخبراء والفنيين قد بحثت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام تنسيق الرد الموريتاني على التوصيح التي طلبت بها المنظمة العالمية لحماية التراث ومنحت الحكومة الموريتانية مهلة عامل لتنفيذها سبيلا إلى المحافظة على القيم العالمية التي صنفت المحمية على أساسها اليوم تقع في خطم حراك من التحولات والنشاطات البشرية الهائلة على البحر واليابسة مما حدا بالمنظمة العالمية لحماية التراث العالمي في شهر يناير 2014 إلى إرسال بئذة للمتابعة والتقص حول المخاطر المتربصة بهذه المحمية على المستويين الداخلي والخارجي لقد خلص هذا التقرير في مرجمله إلى ضرورة تنفيذ الدولة الموريتانية لثمانية عشر توصية متعلقة بالحذيرة ومنحت منظمة اليونسكو الدولة الموريتانية مهلة سنة تنتهي في فاتح دجمبر 2015 للرد وتنفيذ هذه التوصيات سبيلا إلى المحافظة على القيم العالمية التي تم تصنيف المحمية على أساسها ومن أجل التفاعل الإيجابي تجسيدا لإرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز المعبر عنها في خطابات نيويورك وميلا والهادفة إلى التوفيق بين ضرورات التنمية ومحاذير الحماية تندرج هذه الورشة أقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعية بالقصر الرئاسي في النوغ شوط ويأتي الاجتماع قبل أيام من افتتاح مرتقب للدورة العادية الأولى لسنة البرلمانية 2015-2016 كما يأتي الاجتماع بعد إنهاء الرئيس الموريتاني زيارته للهند حيث شارك في الدورة الثالثة للمنتدى الهندي الإفريقي يرتقب أن تفتتح يوم الاثنين القادم دورة العادية الأولى لسنة البرلمانية 2015-2016 هذا وينتظر أن تكون على جدول أعمال الدورة العديد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2016 نتابع تعود أبواب البرلمان لتفتتح من جديد في دورة برلمانية أعلن عنها رئيس البرلمان محمد ويل بيليل تناقش من بين مواضعها والأجندة الرئيسية قانون المالية للعام 2016 دون أن تغب عن الدورة البرلمانية القادمة المساءلات الشفهية لوزراء حكومة والحدمين في استعراض للعضلات والأفكار السياسية ما بين المعارضة والموالات القبة البرلمانية التي عادة ما تصدرت العناوين الإخبارية بسبب الأخذ والرد بين الأقطاب السياسية التي تجد في البرلمان ساحة للمناورة ومحاولة كسب الرأي العام من خلال طرح الملفات الساخنة والمذير للجدل البرلمانيون في الدورة الجديدة ينتظر أن يناقشوا عدة مراسيم وأن يصادقوا على عدة قوانين دون أن تغيب سياسة الكيل بمكيالين بين نواب المعارضة والأغلبية في ظل توقعات المراقبين بحضور ملفات التعليم والقضاء والحرب على الفساد والوضع الصحي والدبلوماسية الموريتانية في مساءلات النواب خلال دورة برلمانية تفتتح الإذنين القادم ولا يتوقع أن تمر مرور الكرام بفعل بحث النواب للفت الأنظار وطرح قضايا المواطنين التي عادة ما تزيد من شعبية نائب عن آخر وحزب سياسي عن آخر قال مصدر من داخل المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة أن تباينا في وجهة النظر داخل القطب السياسي للمنتدى لا يزال يشكل عائقا أمام الخروج بموقف موحد بشأن دعوة الحكومة الموريتانية إلى حوار تمهدي قبل الحوار الوطني الشامل يأتي ذلك أوسط حديث آخر عن خلافات بين أكثر الموحدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي التفاصيل نتابعها في التقرير التابع تباين المواقف داخل أقطاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وخصوصا القطب السياسي بخصوص الموقف الموحد والنهائي من دعوة الحكومة الموريتانية إلى لقاء تمهدي قبل الدخول في الحوار السياسي وقد تميزت الأحزاب السياسية إزاء الموقف من الحوار حيث ظل بعضها متمسكا بالرد المكتوب على مقترحات المنتدى قبل الدخول في أي حوار ذيما اتجه البعض الآخر نحو الدخول في الحوار التمهيدي للحوار الوطني الشامل ولا تزال النقاشات مستمرة في سبيل الخروج بموقف موحد ونهائي غير بعيد من ذلك لا يبدو البيت الداخلي لكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي هادئا تماما فالأنباء القادمة من هناك تقول إن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدم مسعود والبلخير دعا زميليه في الكتلة رئيسي حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي والصواب إلى عدم التحرك في وساطتهما باسم المعاهدة وهو ربما معطى يفسر السر في تواري الرجل عن الأنظار خلال وساطة الكتلة التي طافت بمختلف الكتل والقوى السياسية بحثا عن توافق يفضي إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف وبين دعوة الحكومة ودعوة الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى استئناف اللقاءات بين الطرفين يظل ملف الحوار السياسي في موريتانيا يراوح مكانه إلا من تصريحات هنا وهناك ومساع تطوف وتسعى بين المنتدى والنظام وكان النظام الموريتاني قد حدد نهاية شهر اكتوبر المنصر لإجراء حوار وطني شامل قال البعض حينها إنه سينطلق بمن حضر قبل أن يؤجل لاحقا وإلى أجل غير مسمى نددت الرابطة الزراعية لحملة الشهادات باعتقال ثلاثة من عضائها على خلفية شكوى تقدم بها صندوق الإدعاء والتنمية ضدهم قالت الرابطة خلال احتجاج نظمته وموزارة الزراعة بين وكشوط المعتقلين ليسوا مفسدين ولا محتلين وأنما راحوا ضحية لمن سمته تلاعبا وفسادا قالت النجاة أخرى تحملوا مسؤوليته هذه الوقفة عبروا فيها عن السفنة الشديدة والسيانة لاتقال ثلاثة من زملائنا فيهم اثنين مهندسين زراعيين وزميلهم آخر فات عندهم على خلفية حقوق رافعها صندوق لدعوة التنمية السددية ضدهم نختار نأكد أن هؤلاء الزملاء الثلاثة أنهم موقفين في مبالغ مالية ولا هم متحايدين ولا هم موسيدين وطالبنا الرأي العام على أنه يفهم ذلك طالب من الصحافة أنه توقف عليهم وطالب من التحقيق أنه يوقف عليهم يأكد أنه ما هم متحايدين ولا هم موسيدين وعلى أنهم لأسباب اللي أدات أنه يعود في الظروف القاهرة خارجة إرادتهم لأرض اللي يستلموا ما هي صالحة راجع أنه يوده عليها ويشاهدها وإن عرف أنه ما هم موسيدين وتصحح النظرة اللي يحكم عليهم بها الرأي العام واللي عادت نايلة من عراضهم وكرامتهم وشرفهم وهم أشخاص صرفة جاءوا له يدجون البطان وجاءوا له يضحوا للبطان وأساعدوا وبدلوا جهود كبيرة فإنهم أدوا هذه الرسالة ووضعهم لهم حقيقة مأساوي ومؤسف جدا أنهم ضحية تلاعبوا فساد ما هم طرف فيه تتحمز جهات أخرى بسوري وعلنا بالعاصمة نوكشوط عن وفاة الفقه المريطاني بابا والمعطة بعد سنوات من المرض والعلاج في مستشفيات وطنية وخارجية ويعد المعطة أحد أبرز الفقهاء المريطانيين في العقود الأخيرة واشتهر بأسلوبه التربوي التطبيقي لإيصال المعلومة للمتلقين عبر محاضراته ودروسه المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي وفاة الفقه المريطاني بابا والمعطة أحد أشهر فقهاء البلاد في العقود الأخيرة بعد صراع طويل مع المرض أقعد المرض الفقه والمعطة في سنوات عمره الأخيرة عن إلقاء الدروس والمحاضرات العلمية ونقله ذوه إلى الخارج لتلقي العلاج قبل أن تدخل السلطات المريطانية للمساعدة في علاجه بعد انتقادات وجهت إليها بالتخلي عن أحد أعلام الوطن وهو يعيش ظروفا صحية صعبة امتاز الفقيه بابا والمعطة بفصاحته وصوته الجهوري إضافة إلى أسلوبه التربوي وطريقته لإيصال المعلومة إلى المتلقين تساعده في ذلك خلفية المدرس والأستاذ حيث عمل لسنوات طويلة في قطاع التعليم بموريتانيا كان لمحاضراته الوعظية الأرشادية ودروسه الفقهية المتخصصة في أحكام الجنائز والمواريث جمهورا واسعا عبر الدروس اليومية في الجامع السعودي بالعاصمة نواكشوت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام كما كان أحد أشهر الفقهاء ضيوف البرامج الدينية عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين وظل يحرص في دروسه ومحاضراته على اعتماد الأسلوب التطبيقي لشرح الأحكام الفقهية للناس فلا يقتصر في التدريس على تقديم المعلومات النظرية ما جعل أسلوبه في الإلقاء والعرض يلقى صداه الكبير في الساحة العلمية ويجذب المتعطشين إلى الاستفادة من معارفه وعلومه يحمل الفقيه باب المعطة ثقافة واسعة ومعارف منوعة أثراها تمكنه من اللغة الفرنسية إذ يعد أحد الفقهاء المريتانيين القلائل الذين يقدمون دروسهم العلمية باللغتين العربية والفرنسية نظم بالعاصمة نوكشوت ملتقى يناقش أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ونظم المنطرة في منصقية برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وقد نقشت خلال الملتقى محاور متعددة طالت جوالبا من بينها استراتيجيات ومحاربة الفقر والتنمية الهدف من هذا الموطمى النقاش هو كان ديوم تحسيس في أهداف التنمية المستديمة التي جاءت بديل أهداف المائية للتنمية وكما تعملون أهداف المائية للتنمية كانت 8 هداف بينما الأهداف التنمية المستديمة 17 هداف وفهم اختلاف لأن هذه الهداف أكثر شمولية تطرق لعدة محاور ما كانت عندها ما كان مطارقة لها في الهداف المائية للتنمية خاصة في مجال البيئة وكان هذا اليوم تحسيسي ولا هي برجع المنقاشات وإن شاء الله ونحن بصدد أدات استراتيجية وطنية للتنموية لفترة بين 2016 و2011 وستؤخذ بعين الاعتبار هذه الهداف التنمية المستديمة داخل استراتيجية نظمت بلدية تجونين حملة تنميف للمدينة ركزت على بعض الشوارع الرئيسية شاركت فيها طواقم البلدية إضافة إلى طواقم أخرى مدنية عسكرية وقال عمدة البلدية سيد محمد الخيد إن الحملة ستمكن من تنميف شامل للمدينة وخلق سيابية في المرور هذه انطلاقة الحملة تنظيف مدينة تجونين وهذه العملة انطلقت اليوم وبتعاون جميع السلطات الإدارية والعسكرية في المقاطعة وبالتعاون مع بلدية تجونين إذن هذه العملية هدف إزاحة كل العراقيين التي تمنع من استيابية المرور في المقاطعة وذي الفوضوية الموجودة في الشارع وتنظيم الأسواق والبلدية جندت كل طواقمها وكل آلياتها وكل قدراتها من أجل نجاح للعملية واستمراريتها وبإذن الله ستصهر البلدية على استمرارية نظافة الشوارع وعلى سيابيتهم وعلى إزاحة كل العراقيين وكل المظاهر المشينة التي دعوا بمواطننا للأسف على أنهم يجعلوهم الشارع نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها اختتام ورشة بمقاطعة الشامي تبحث رد موريتانيا على التوصيات التي طلبت المنظمة العالمية لحماية التراث بضرورة اعتمادها مشاريع قوانين العديدة على طاولة الدولة العادية الأولى لسنة البرلمانية 2015-2016 المرتقبة يوم الاثنين الرابطة الزراعية لحملة الشهادة تنضد باعتقال ثلاثة من أعضائها وتقول أنهم راحوا ضحية ما سمته تلاعب وفساد جهات أخرى يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعنا حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع تباين المواقف داخل المنتدى الوطني بشأن دعوة الحكومة للحوار والحديث عن خلافات كتلة المعاهدة التاسعان نشراتنا أخبارية مفصلة بحول الأعظم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر